اه بجرامي النهاردة وادي دجلة قرر ان يمنحه العضوية الشرفية مدى الحياة تقديرا لدوره الرائع بجرامي سيعود الارض الوطن غدا بمشيئة الرحمن نتمنى طبعا استضافته هنا في هذا الاستوديو لكن انا بقى معادي هيبقى يوم الثلاث لسه بدري على الموضوع ده فان شاء الله باذن الله يكرم كل التكريم من طبعا دكتور اشف صفحي اكيد هيستقبله في مطار القهيرة ده وضع طبيعي جدا اعتدنا عليه من وزير الرياضة للمجيدين وكل الامنيات ان يعني يحظى هذا الرجل برعاية رجال الاعمال احنا شفنا لقطات من بيته وراجل بيعيش حياة متوضعة كان بيشتغل في محل سمك على معلمت كان عنده كورونا قبل ما يخوض هذه البطولة وبارادة حديدية انا برجو برضو رجال الاعمال العظام ان هذا الرجل يجب ان يعيش حياة تليق بما حققه لمصر الاول مرة في تاريخ هذه البطولة ان يحصل عليها مصري لدينا تقرير عن هذا الرجل الخارق ثم حوار اخر ولكن بعد الفاصل